لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد القضية هي لم تقتصر على بنجرينا فقط فيها ايضا سلطاني سلطاني الذي طبل وزمر ايضا من قبل سلال وشكيب خليل وطرطاب وتوفيق كلهم 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 استمعوا هو رجل محظوظ وولد في فمه ملعاقة من ذهب صحيح كيف لان سلال بطيبة قلبه ومزاحه وارياحيته ما عندهش تطلعات ما عندهش صقف سلالة اوه صحبي كثيرا كيتكلمي على سلالة كأني تكلمي على روحي شوف هل نقول له حاجة نقول لك باللي موش وولده وفي فمه ملعاقة من ذهب وولده ومعه الحظ وولده معه الحظ رجل محظوظ رب يعطاه على قلبه الله يزيده وانا اعتقد بلي يصلح للجزائر يصلح للجزائر يصلح حتى فوق مصب وزير يصلح للجزائر كرئيس جمهورية يصلح للجزائر هل يستحق منصب سامي في رأيك يستحق وبيكون الجزارة شكيب خليل يستحق منصب سامي في الجزائر شكيب خليل يستحق أن يكون أن يكون وزيرا للمحروقات كما كان وزير الطاقة والمناجم أو الطاقة على الأقل ويستحق أيضا أن يكون وزير أول لماذا لا؟ هذا بعد ذلك لما يسأل لما يسأل كيف يبرر كيف يبرر هذا الموقف ونذكرك فقط سيد أبو جرم كنت قلت قلت بلي أنه سلال رجل دولة ويصلح ليكون رئيس رئيس الجمهورية وأنت تشاهده يحاكم يحاكم ويستجدي القاضي ماذا شعرت أو كيف تبعت تلك المحاكمة وبماذا خرجت في النهاية شوفي أولا الحكم الإنسان على الإنسان بما يعرف إخوة يوسف لما سئلوا هل أخوه مصرق بالفعل قالوا ما شاهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب يحافظين ما شاهدنا إلا بما علمنا الشيء لنا عرفوه معهم قلنا الغيب ما نعرفوهش أنا الكلام الذي قلت في من كان يعملوا معي أرى كان وزير أول رئيس حكومة يعني طيب قلت الذي أعرفه فيه في ذلك الوقت في ذلك الوقت في سنة 2016 و2017 لبرره على أنه لم تكن لديه معلومات آت هو ليس جهة قضائية حسب ما يعلم ضرب مثال آل بيوسف عليه السلام بإخوة يوسف عليه السلام ولا جاء ويراوه إذن أنت ما تجهل كيفاش تزكي أنت تدعي أنك داعية وأنك رجل علم شرعي وأنك رئيس حزب إسلامي كنت رئيس حزب إسلامي وأنك رئيس منتدى الوسطية رغم أنك ما زلت فر من العدالة الدولية تدعي كل هذه الإدعاءات وبعد ذلك تزكي أشخاص رأس لبلوغ المسئوليات يكونوا في مناصب عليا البلد حتى رئاسة الجمهورية مثل سلال وفضائح وكذا من المفروض بعدما أخطأت هذا الخطأ وليس ديك معلومات وتزكي في الناس أغلق فمك لأنه قد يأتي يوم آخر هذا الدستور الذي تزكيه قد يأتي يوم آخر وتنفجر أمور تقول أفتينا إلا بما علمنا ستقول هذا الكلام ولكن بعد فوات الأوالي ذلك لا يمكن أن يستمع لك الجزائريون الآن يوم ما زكيت لهم شكيم خليل هارب بالمليارات إلى أمريكا زكيت لهم سلال والملفات التي انكشفت وزكيت فلان وعلان وكلهم اللي زكيتهم كلهم ورصحتهم يكونوا في مناصب عليا راهم في السجود حتى تبون حتى الرئيس تبون لما تمت إقالته من رئاسة الوزراء بعد ثمانين يوم أو مدة قياسية صغيرة أنت في ذلك الوقت طعنت فيه قلت بأنه يتسرع متسرع ألم يكن الآن متسرع أيضا في قضية هذا الدستور بناء على كلامك فلنستمع تساهم في خلخالة السرم الاجتماعي تهزنه عن صيقة الشركاء السياسي والاقتصادي والاجتماعيين يعني تقديري الخاص أن السرعة أن السرعة الكبيرة التي بدأ بها السيد تبون يعني مساره مساره السياسي ومساره التنبيلي قد أجل بذهابه لأن الوضع الذي جاء به وضعا حساسا ولا يتحمل اتخاذ قرارات كثيرة وكثيفة ساهمت نوعا ما في توطير الجبهة الاجتماعية وساهمت كذلك في خلخالة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله